فعلا لازم يبقى فيه تسليط اعلامي قوي على اي منجز او اي انجازات مهمة زي طبعا المستشفى الطب النفسي اللي فعلا لها دور كبير جدا ومهم جدا في المجتمع وفي اي مجتمع على هذا الاساس هنروح من مستشفى الطب النفسي ومن هذا الانجاز هنروح على انجاز اخر الحقيقة وليه علاقة بتقريبا 80 او 70% من المجتمع المصري ومن مستقبل مصر هو الشباب النهاردة يمكن حنتكلم عن مؤسسة زمان كنا بنسمع اسمها وكنا بشكلة او باخر شايفين ان هي شوية مسألة رسميات وشكليات المجلس القاومة للشباب بيعمل ايه يعني يعني اه ماسك مركز الشباب ليه علاقة بالشباب كلام لكن فعليا هذا المجلس قرر ان هو يكون او مؤخرا واضح جدا ان كان ليه نشاطات مهمة جدا ومتميزة جدا وملموسة فعلا من اهم او من اكبر الحملات الاعلامية اللي بنشوفها مؤخرا هي حملة اوعى وهي حملة لمكافحة المخدرات بيشارك فيها مجموعة مهمة جدا من المؤسسات المختلفة مع المجلس طبعا معهم مؤسسة صنوع الحياة طبعا لعمر خالد وايضا مجموعة من الفانين والاعلاميين شفنا اولاد محمود الاسيلي وشفنا كمان كامبين متميزة جدا اعلامية هنعرف اكتر عن حملة اوعى ونعرف اكتر عن نشاط ايضا المجلس القومي للشباب من خلال ضفنا النهاردة وهو الاستاذ مهندس خارد عبدالعزيز رئيس المجلس القومي للشباب صباح الخير صباح خير يا شريف الحمد لله نتكلم الاول عن حملة اوعى بك هننكلم بعد مقاتين انجزة حملة اوعى ليه المجلس القومي للشباب تحمس لهذه الحملة مع انها يمكن كانت مبادرة كانت جاية من هي اخاصة تعتبر انا بس برضه لازم اكون واضح مع حضرتك الحياة في حملات كتيرة تمت قبل كده في موضوع مكافحة الادمان والمقدرات وسواء من المجلس القومي للشباب قبل كده او من اي جهات اخرى ومن صناع الحياة نفسهم قبل كده كان عندهم حملات اخرى قبل كده لكن احنا كل الحقيقة اللي بنحاول نعمله دلوقتي هو ان احنا نجمع مجموعات معينة مؤسسات معينة مختلفة فالحملة بتاعت اوعى الحياة بيشترك فيها مجموعات كبيرة جدا مؤسسات صناع الحياة كأنها يعني رأي رئيس لهذه الحملة بالدكتور عمر خالد والدكتور محمد يحيا لكن الجديد بقى ان فيه وزارة التربية والتعليم كمان معانا فدي موضوع كبير اوي على اساس عدد المدالس ده مرحلة اولى بعدين عندنا الحياة وزارة التأمينات الاجتماعية لان وزارة التأمينات الاجتماعية عندهم صندوق مكافحة الادمان والتعاطي ودي كلهم ناس متخصصين عندهم ابحاث وعندهم ارقام وعندهم وسائل وعندهم فهذه المعلومات مهمة جدا عشان تقدر تقوم بحملة علمية لابد ان يكون عندك كل الاحصائيات وكل الافكار اللي الناس بتقدر تدخل منها لشباب صغير او الاطفال علشان يقدروا يتناولوا هذا الموضوع ثم في الاخر المجلس قوم للشباب بالانتشار الواسع بيه على الاربع تلاف وربعمائة قرية مصرية عندنا فيها مراكز شباب صغيرة حتى لو مكنتش بتقدي كامل الدور فيها ولكن عندنا الانتشار الموجود فيها فلما يتجمع مؤسسة زي صنع الحياة مع وزارة التعليم العالي وزارة تربية والتعليم مع وزارة التعاملات الاجتماعية مع المجلس قوم للشباب اعتقد فيه تكامل بشكل او باخر تقدر الحملة دي تتوصل لأكبر عدد ممكن من الشباب يعني اكيد والشغل كان على 25 جامعة اعتقد او 24 جامعة 24 جامعة وايضا على 24 محافظة ب2000 مدرسة ب2000 اخصائي اجتماع ده زي ما حيك قلت مرحلة اولى مراحل التانية بقى اللي جاية ايه نفس الموضوع احنا عايزين نوصل لانتشارها فيه يعني محافظات تمام محافظات لكن فيه عدد من كبير جدا من الشباب بيوصل لحوالي 70 الف شاب يمكن مع مؤسسة صنع الحياة دول المتطوعين لهذا الموضوع فبيقدروا ينزلوا في حملات التوعية قدام المدارس فيه كمان استخدام للاخصائيين الاجتماعيين اللي موجودين في جول مدرسة ان كل مدرسة هيبقى فيه تدريب بزاوط التدريب والتوعية لهذا الموضوع بنديهم البيانات اللي موجودة عندنا والاحصائيات اللي موجودة عندنا الوسائل ممكن يتم الحديث بها للشباب هذا الموضوع بيوقف بس عن دول التوعية يعني ما تشارش مخدرات وقعى وخلي بالك وكده ولا فيه مثلا خطوات اخرى مثلا ممكن التعاون مع هذه الحالات لا الحياة هي موضوع بس الوقت هي موضوع فيه جهات اخرى بتتكلم بقى في العلاج احنا دلوقتي فيه موضوع ان احنا نمنع الناس تدخل لهذا الموضوع لان الحياة النسب بتزيد جدا سن التدخين نزل غاية 9 سنين النهاردة فيه سن ادمان نزل 11 سنة فيه 68% من الناس المدمنين عايشين مع الاسر فده دليل ان الاسر مش واخدة بالها يعني الناس عايشة مع بعض ببيت واحد لكنيك مكونش واخدة بالها من الاولاد بتعمل ايه او الشباب بيعمل ايه الاحصائيات عندنا صعبة جدا فيه 22 مليار جنيه بيتصرفوا على المخدرات من جيوب المصريين فاحنا بقدر الامكان بنحاول نمنع اي عدد جديد يخش في هذا الموضوع وفيه جهات اخرى بقى بتقوم بعملية التأهيل وعملية العلاج لانها مكلفة جدا يعني هلالا مستهدفين فقط الشباب ولا الاهل كمان لهم دور في هذا الموضوع والله في الفترة ديت احنا بنحاول نوصل للناس يعني زيان بقول كده بنجفف المنابع يعني بنحاول نمنع الدخول كبير لكن الحملة نفسها بقى تشمل حتى توعية الاسرة ازاي تخلي بالك انه ممكن يكون فيه بعض التغيرات اللي حصلت على الابن مثلا او الابنة ايه اللي حصل ممكن فتخلي بالك من الاول لان برضو العلاج في اول او منع الموضوع ده في السنة الاولى بيجيب نتايج كبيرة جدا لكن بعد اول انخدش في السنة التانية والسنة التالتة بيبقى العلاج صعب جدا يعني من حاملة اوة حنروح لحملة تانية ومسابقة تانية وهي مسابقة ابداع ودي مسابقة بقى ملاش أي علاقة بالإدمار ملاش ده عكس الموضوع بقى بالضبط كده خبصوبيت ألف جنيه في انتظار الفائزين في هذه المسابقة والله أكتر شوية يعني أكتر شوية وإحنا مش عايزين نبالغ قوي يعني والله يا حضرتك إحنا يعني فكرنا جداً إن إحنا محتاجين بقى يظهر لنا شخصيات كبيرة زي العمليقة اللي كانوا موجودين في الأدب والفن والثقافة وإحنا مش لقين الحكاية دي الحقيقة يعني فيه مسابقات بترعاها جهات كثيرة في الدولة فإحنا فكرنا وروحنا للدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي وقلنا له إحنا كمجلس قاوم للشباب عاوزنا نعمل مسابقة على مستوى الجامعات مبدئياً يعني فإحنا عشرين جامع بدأنا فيهم وبنعمل فيهم مسابقة على القصة القصيرة والشعر والشعر الغنائي والعصف والموسيقى والألحان والرسم والكاريكاتير والتصوير والفنون الشعبية فالحقيقة المسابقة كبيرة فيها حديث جيد كاوي وفيه عشرين جامع على فكرة عشرين جامع حوالي تلاتة مليون طالب سنهم بيتراوح من تمنتاشر إلى اربعة عشرين سنة أو خمسة عشرين سنة فدي مرحلة سنية فيها إبداع كتير جداً لكن إحنا مصممين إن تبقى الجائزة كبيرة علشان الشباب يتحمس برضو لهذا الموضوع فحيفي الجواز من أول خمسين ألف جنيه لغاية عشر تلاف جنيه بتتراوح كده ودي بس عشان السنة الأولى والوقت الديق لكن إن شاء الله السنة الجاية نوين نرسو الله حاجة أكتر من كده ومعندناش أي مانع أن تبقى الجائزة الأولى 100 ألف جنيه والشاب ممكن ياخد خمسين ألف أو سبعين ألف أو تمامين ألف جنيه بس المهم أن الناس تبتلي تشتغل في هذا الموضوع وتبدع والحقيقة الحاجة اللي أنا سعيد بها جداً إحنا كلمنا بعض الناس يعني الرموز الفنية والثقافية ووافقوا جداً أنهم يشتركوا في لجان التحكيم وهم اللي حيقوهم بالتحكيم وحيجوا معنا إسكندرية لأن الدور قبل النهاية حيبقى في إسكندرية في المدينة الشبابية بتاعتنا في أبو إير والنهاية حيبقى هنا في مصرح المجلس القاومة للشباب ده حيبقى يوم 22 إبريل بقى إحنا الأول مرحلة حيثت فيه يوم 17 17 18 19 حيحصل فيه التصفية الأولى ثم الدور قبل النهاية حيبقى يوم 22 23 24 إبريل ثم يوم 30 إبريل حتبقى بقى لتحديد المراكز الثلاثة الأولى وتسليم الجوائز وده حيبقى في المصرح بتاع المجلس القاومة للشباب اللي في ميتعوبة أمام نادي الزمالك لكن إحنا بس عايزين يعني الناس كلها تشتري كل الجماعات والجماعات الحقيقة بتدت من دلوقتي تعمل تصفيات داخل الكليات بتاعتها عشان تجيب لنا الفريق الجامعة وحنستضيف الولاد كلهم في مدينة الشبابية في إسكندرية فهتبقى برضو تجمع من العشرين جامعة لشباب الجماعات المصرية المختلفة من الصعيد إلى الشمال فهتبقى برضو بغض النظر كمان على أنها يعني مسابقة سخافية وفنية لكن في نفس الوقت لقاء تعارف بين شباب مصر كله لأن احنا متوقعين العدد يبقى في حدود 700-800 شاب وشابة من الجماعات المصرية كلها لكن هي بس يعني زي بنقول احنا عايزين نعلي شوية قيمة الفن والثقافة والأدب يعني بين الشباب بتاعنا والتمويل جاي منين لا لا من عندنا في المجلس القومي اللي احنا عندنا آه طبعا عندنا آه لا لا فيه فلوس عندنا عندنا آه فيه مخصصات لهذا الموضوع والحمد لله ما عندناش مشاكل مادية على الكلام على الماديات فيه كلام كده اسمعناه أن تم تسويق مركز شباب الجزيرة هذا المساحة الضخمة والمكان المتميز جدا تم تسويقه بـ 28 مليون جنيه ايه الكلام ده؟ والله الكلام الكبير ده لا لا ده 28 مليون جنيه ده رقم بسيط جدا على مركز الشباب الجزيرة احنا 28 مليون جنيه دول دول بتاعب بعض اللوحات الاعلانية اللي هتبقى موجودة بس هتطلع من تحت الكبري بس كده اللي معدي فوق كبرس 6 اكتوبر يشوف اللوحات لكن احنا لم نلسه ما عملناش اي حاجة في مركز شباب الجزيرة يعني لم نستغل لاي اماكن ولم نعمل اي حاجات تسويق يعني الكلام هو على بيلبورد تبقى طالع من ارض الجزيرة؟ من الجزيرة بس كده مجرد كده اللي ماشي فوق كبرس 6 اكتوبر يشوفهم ما بس سريع بقى البيلبورد تبقى الريع اللوحات الاعلانية دي هيروح لتطوير المركز؟ هيروح لتلات حاجات الحقيقة في جزء رايح لمحافظة القاهرة لانها المدانة الترخيص وفي جزء هيروح لمركز شباب الجزيرة بقى هنعمل في تطوير شامل ان شاء الله يعني اعضاء مركز شباب الجزيرة نفسهم اللي هم الحاملية الاعضلية هيشوفوا حاجة تانية ان شاء الله هنعمل حدائق بقى الاطفال ملعب على مستوى عالي جدا ان شاء الله يعني هنقوم بالتطوير ده ليضاهي اعلى الاندية المصرية لان طبعا ممكن واحداتك اكيد عارف ان ده هيقابل بهجوم كبير جدا طبعا لان ده اول مساحة الخضرة تقريبا الوحيدة اللسه موجودة متنفس موجود في وسط القاهرة في قلب القاهرة على هذا الاساس برضو التلوث البصري والكلام ده كله احنا لم نأخد متر واحد متر من اي ملعب ولا من اي مساحة خضراء احنا ما عملاش اي حاجة احنا عاملين قاعدة خرصانية في ارض اسفلت هتبقى متر في متر وجوه الاسفلت وحيطلع منها العمود اللي معدي بس فوكوبر 6 اكتوبر يعني ده مفيش اي تعدي على مساحة الخضراء لتواصل كل مساحة خضراء واحنا مش هنقبل ان اي حد يحط كرسي على منطقة خضراء يعني احنا في الثلاثة شهر اللي فاتت بنحاول نزود ان احنا المساحات الخضراء بنحاول نزود الناس تقدر تستفيد من الملاعب ديت لكن هذا المكان جاي الكبري معدي بالزبط فوق مركز شبه الجزيرة من اليمين والشمال واحنا تحت الكبري ده بالزبط فيه شارع اسفلت الشارع الاسفلت اللي تحت الكبري ده هو اللي هيطلع منه الاعمدة اللي هيطحط عليها اليونيبولات اللي محطوطة مفيش ولا ملعب سيتأثر لا لا انا متأكد من زمان ومتابع تمر ريع هيروح في الاخر للمركز فعلا لا مش هيروح للمركز كله عشان بس برد نكون واضحين محافظ القاهرة ماشي محافظ القاهرة وفي جزء هيروح للمركز ايوا وفي جزء هيروح للمجلس القوم للشباب علشان يعيد منه على صرف على بعض الجهات الاخرى الاقل يعني الفقيرة شوية اللي ما عنداش دخل لان هذا الموضوع ان شاء الله حيجبها مبلغ كبير جدا ومهما صرفتنا على مركز شباب الجزيرة بالعشرة مليون او الخمستاشر مليون كل سنة خلي بالك الرقم ده مش مرة واحدة الرقم ده كل سنة بتجدد طبعا الايجار فبالضبط فانت كل سنة عندك هذا الدخل فمش مقول حتوقت تصرف كل سنة عشرات الملايين على نفس المركز ودي حاجة كويسة بس هنطوره وده السؤال بقى اللي جايه هل المجلس مسؤولة عن مراكز الشابة على مستوى القاهرة؟ على مستوى مصر كلها على مستوى مصر طيب هاي دلوقتي مراكز الشاب ديت زيها زي بزرطة قصور للثقافة ومراكز للثقافة هي بجد مهمة جدا واعتقد ان في كتير منها بيعانيهم مشاكل كتير جدا واهمها هي نقص الماديات اكيد لا مش بس كده والله احنا عندنا طبعا يعني نسبة كبيرة جدا من المراكز شابة دي سيئة جدا لا تقوم بأي دور مساحات مهملة طب هاي لان احنا في اعتراف مبدئيا انا فيش حد بيقعد يقولي الجادية جميلة وجرر ربيع مفيش اسوار مفيش اي حاجة مفيش اي نشيطة نحترمك عن كده هي بس يفطى محطوط عليها مركز شباب واسمها مركز شباب طيب وللأسف انت بتتحمل بقى المسؤول ايه يعني يفطى مكتوب عليها مركز شباب اي حد معدي اي مجموعة حيوانات معدية اي حد حاطت حاجة انت بتتحمل هذا الموضوع لكنهم لا يخصوا من كلمة مركز شباب الا يفطى محطوط عليها مركز شباب طب هاي للوقتي في ظل غلوة اسعار النوادي الخاصة وفي ظل عدم موجود مساحات للتدريب وان الناس الولاد يعني يمارسوا رياضة رياضة اي ركالي نوعنا رياضة دات وان هم يبقى فيه متنفس اصلا للشباب عشان يمنحهم الادمان وغيره هل فيه خطة لتطوية مركز الشباب بس خلينا برضو نكون واضحين احنا عندنا مركز شباب ممتازة جدا وفيهم نشاط وفيهم رياضة وفيهم كل حاجة لكن فيه الف مركز شباب موجودين على مساحة مصر كلها لا يؤد الدور احنا علينا حاجة صغيرة لازم نعملها لازم نزق المشغال ده نخليه تحسن اكتر ونحاول السيئين دول نصلح فيه بس اذا اقولنا اقول ده اقول لك ان في شهر او اثنين او سنة الالف دول حيتصلحه او حيبقوا بيقدوا النشاط ما بقولش الحقيقة لكن احنا عاملين خطة ان احنا في كل سنة وقدمنا هذه الخطة فعلا للوزارة قدمناها لرئاسة الوزارة وقدمناها للسادة النواب في مجلس الشعب ان احنا نتكلم على ربعمائة مركز شباب ان شاء الله خلال السنة الجاي دول نقدر نرفع مستواهم جدا من من يعني وقدمناهم بالخطة بالمبالغ بتاعتهم باسماءهم ويعني الناس سمعيننا دلوقتي احنا مقدمين الاسماء وقدمين كل حاجة ونقدر نعمل اي حيكلف حوالي 350 مليون جنيه عشان نرفع كفاءة الربعمائة مركز دول بس ده العدل نقدر نعمله في السنة الاولى يعني في خطة دوت في خطة الربعمائة مركز بس عشان بس محاجة يقولي انت علمت خطة ولسه في مراكز ايوه هتفضل بعض المراكز لكن ان شاء الله على عدة سنوات بازن الله نكون قدرنا نخلص كل المراكز الشباب دعا اكيد دايما القيادات يعني المتميزة بتفرق في المكان بمعنى النهاردة موجود اكتخال عبدالعزيز فهو عامل كلام كبير وكلام هايل ونشاط تمام جدا وعمل خطة لو بكرة حرارتك رحت بكان اخر عشان حاطر يبقى في نفس الخبرة ويحظم نفس التميز يعني حيجي ودي قافة مصر حيجي اللي بعده لا 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 تعلم الاول بقى ونعمل اخطط من الاول تاني هل حيكون فيه ضمانة ان المجلس بما انه بدأ يبقى ليه مجهود وبدأ يبقى ليه دور فعال فعاليا انه يفضل يستمر بغض النظر عن القيادة ما احتمرش ودي سنة الحياة لكن احنا اللي عملناها وده اللي انا قلته لحرارتك يمكن من دقتين قبل ماعرف نحرك يسألني ها السؤال ان احنا قديمنا هذه الخطة لمجلس الشعب حيستمروا فيها اين كده؟ المفروض مجلس الشعب يقول دورهم الرقابة وهم موجودين كنواب في كل الدوائر عندنا على مستوى كل المحافظات فاحنا لما نسلم هذا الموضوع وهم يشوفوا انه ده كلام مظبوط وكلام ممكن يتنفس مش بس ورق مكتوب كده وشوية ارقام وخلاص هم ممكن يتنفس المفروض هم يتبعوا تنفيذ هذا الموضوع يبقى هم الدور الرقابي على اي حكومة تبقى موجودة ويتأكدوا ان احنا مقدمين خطة لغاية 36 2013 سواء احنا موجودين او غيرنا موجود لغاية 36 2013 ادي اسماء المراكز ادي طريقة التمويل ادي الشركات اللي هتخلص يبقى اي حد موجود لازم ينهي هذا الموضوع نجح تاني بقى مشطات المجلس المستمرة والمتميزة وكلم نتكلم على حوارات شبابية ايه موضوع حوارات شبابية ده والله اقول لك بصراحة يا شريف عشان بس محدش يعني احنا كنا حاسين ان احنا شكلنا بعيد عن الناس والناس مش متعرف نوعه شوه والناس مش عارفة ايه الموضوع فاحنا استغلينا يعني الحقيقة الحالة اللي مصر عايشة فيها من انتخابات مجلس شعب وانتخابات رئاسة الجمهورية ودستور وقلنا طيب حده اربع بنعمل حوار مع شخصية كبيرة سياسية او كانت اجتماعية ودينية وفنية فاستضفنا كل رموز المجتمع فابتدت الناس المكان بتاعنا يتعرفه ابتدت الناس تنتظر في المقار المجلس في مية عقر انا عارف ان احنا لسه مبتديين مركزيا المفروض ان احنا ننتشر على المساح لكن احنا الاول زي ما انت قلت الاول هو كان ايه المجلس يعني احنا كنا فاحنا محتاجين الاول نلقي دوق على ان ايه الكيان اللي اسمه المجلس القاومي للشباب والناس تبتدي تعرفوا حتى حتى الديوف اللي بيجولنا كانوا نفسهم يعرفوا انا فيه ديوف كتير جدا من الناس اللي جات بقى من الاحزاب المختلفة اللي نكحت في مجلس شعب قالت احنا اول مرة ندخل المكان ده اول مرة نعرف ان فيه مكان زي ده فابتدينا نتعرف شوية شوية ثم سننتشر ان شاء الله على مستوى الجمهورية كلها لكن دلوقتي يعني عندنا فترة انتخابات الرئاسة دي طبعا موضوع صعب جدا لكن هنبتدي ان شاء الله من يوم تلاتين الجاي نستضيف المرشحين النهائيين بقى لانه عايزين يبقى فيه حوارات من الشباب مع المرشحين ويبقى فيه نوة من الديبيت او يعني المناظرات كمان اللي التم والشباب بيسأل فان شاء الله عندنا يعني برامج عندنا برامج لغاية يوم تلاتة وعشرين ماي ويمكن كمان لغاية سبعتاشر ستة الاعادة فان شاء الله بإذن الله يعني ان هيبقى عندنا نشاط سياسي وحي ورات. فيه بقى ده مشروع التبكين السياسي للشباب الجامعات مزبوط؟ والله ده مشروع يعني احنا بنا مشغالين فيه من زمان يعني مش المجلس عندنا بس ده من قبل كده احنا عندنا برلمانات اللي هي برنامات الشباب نتكلموا ازاي تقدر تعود الناس ان هما اللي بقوا في مجلس الشعب يعني ايه طلب يحطوا يعني استجوابه يعني فده يعني زي فيه ندوات ودورات في جميع الحقيقة يعني الجماعات المصرية وده نشاط مستمر مش من ساعة من قبل كده من كل القايدات السابقة خانت بس كان طبعا النشاط السياسي في الجماعات كان قليل شوية في الفترات السابقة لكن النهاردة بقت الدنيا مفتوحة وتقدر تعمل فيها كل الحاجات دي فالظروف برضو اللي احنا بيشتغل فيها النهاردة افضل كتير جدا من الظروف اللي كانت نشتغل فيها قبل كده اهم حاجة عايزها الشاب هو ان هو يشتغل يتعلم ويشتهل ويتجوز التوظيف متقايات التوظيف حضرتكم او يعني هذا المجلس كان ليه دور كبير جدا كان فيه متقر التوظيف في المنوفية كلمنا اكتر عن هذه المتقايات والله الاسف الشديد ملتقات التوظيف دي احنا بنبزل فيها مجهود بس هي مش نكحة طب ليه؟ لانه الشباب بتاعنا الحقيقة الاسف الشديد الحاجات اللي احنا بنحاول نوفرها له هي مش عاجبات شغل فيها هو عايزين يشتغلوا شغل اداري اكتر او في الحكومة اكتر لكن كل دي ثقافة بقى لازم نشتغل عليها زي حملة التوعية المخدرات زي كل في حملة التوعية ضد ان العمل عبادة واي عمل هو عمل يعني عشان كنت صادق مع الناس حتى ممكن يسفروا بره يخسروا بره بس بره لكن هنا ما يخسرواش بره لكن عشان كنت صادق مع السادة المشاهدين يعني احنا بنبزل احنا كل اسبوع عندنا ملتقى توظيف في محافظة مختلفة كل اسبوع في محافظة مختلفة من المحافظات وناس كتير بتيجي لكن مهظم الشغل اللي موجود هو شغل في مصانع وشغل في اماكن محتاجة مجهود بدني ومحتاجا الشباب الحقيقة يعني بيقدم بس ما بيروحش يشتغل في هذا الموضوع عندنا يعني وظائف فضية كتير جدا زي بقول مصري فيها بطلب من نوع غريب جدا وظائف كتير جدا مش لاقي حد تشتغلها وشباب كتير جدا مش لاقي حد تشتغل فيها فالشباب عايز شغلانة معينة ما هيش موجودة والوظائف عايزة ناس ما هيش موجودة يبقى دي ثقافة دي ثقافة ولازم نشتغل عليها لكن للأسف الشديد احنا تعودنا في الفترات السابقة ان انا عايز اروح اشتغل في مكتب وفي حتة مكيفة مش عارف ايه واشتغل غدا ساعة كذا انها بقى عشان نروح واشتغل ثمان ساعات وابقى فيه انتاج واتحسب على الانتاج واشتغل في القطاع الخاص واتنقل من شركة لشركة وظروف اتغيرت والبعيشة كمان لكن للأسف كمان بردو بعدين لو جعلت كلها اشتغلت مدرين وفي مكاتب ودكاترة ومهانسين مين اللي هايشتغل لا يا ريد دكاترة ومهانسين يعني حتى الدكاترة والمهانسين مش مهم لكن هي الفكرة كلها يبقى في مكتب وخيره حتى المهانسين تقول تبراح اشتغل في مصنعة تبراح اشتغل في مصنع روح في حاجة كلها لكن هو بقولك برضو القطاع الخاص اصل القطاع الخاص بيقول لنا حاجات ما بينفزهاش يعني ما فيش ثقة برضه من الشباب مين اللي بيوفر هذه الفرنس اللي بسلا بتتجهه لو شركات قطاع خاص دي بحيث قلت او مصانع ولا كمان مصانع وشركات قطاع خاص بيعملوا عقود بسلا متأمين وكلام كل وضمانات كل حاجة بس الناس دي عندها حاجة مهمة يعني اشغال فول تايم يعني فول تايم بس عندها حاجة مهمة جدا الشريف حاجة اشتغل معايا اشتغل التمن ساعات يعني اللي بتايمان ساعات تايمان ساعات مش هتتأخر مش هتيجي مش هتمشي بادري احنا لسه برضه يقول لك ده بيشتغل كتير قوي بس ما بيدينيش لنا كده يعني طيب اعتقد ان ده وفود يكون هنشتغل على القصة دي التاني بس وفود يكون مع حضراتكم يكون موضوع حاملة جديدة خالص حاملة تواعية بقى الشغل مش عيب والشغل لازم على فكرة مش احنا الرأس يعني في وزارة القوى العاملة بتعمل برضه حاجات كويسة جدا يعني فيه اتحادات صناعات بتعمل كل الناس بتحاول في هذا الموضوع لكن كلهم عندهم نفس المشكلة الحقيقة اللي عايزة اعرف على نشطة المجلس كلها لان يمكن مفيش ودي كان مشكلة تانية بعد ذلك نكلم فيها اللي هي الاسباط الاعلامي او التصليط الاعلامي على كل انجازات المجلس القوى للشباب واللي عمالة تزيد يوم بعد التاني اللي عايزة اعرف الاخبار كلها هيخشها على الموقع بس انا عايزة اقولك حاجة احنا بالاسف الشديد احنا يعني حجب الاعلام اللي يعني مسلطة على انشطة المجلس القوى للشباب ماش كتيرة جدا لانه الاخبار بتاعتنا مهاش مهمة زي الاخبار الرياضية او الاخبار الفنية فدايما يعني تلاقينا موجودين في اماكن حتى في الصحف مش اماكن ظهرة فبتلاقي الناس مش عارفة الانشطة مش متابعة الانشطة فاحنا بناشد الاعلام زي حضرت كده يعني ونازم بيكون فيه وقتها النازل كان يكون بيبدأ التفكير في الدولات التلفزيون والاعلام والقرارات الفضائية بقت حاجة مهمة جدا لو يبقى فيه مثلا منفذ ليكم من خلال قناة مثلا او انتم تعبولوا قناة اصلا من خلال قرارات التلفزيون الكتير جدا يبقى حاجة لطيفة مثلا نفسي المسابقة لانشاب المسابقة الفنية تحت الجماعات دي الادب والقصة القصيرة والشعر والزجل والموسيقى نفسي يبقى فيه اهتمام اعلامي بيها لانه فعلا متأكد نحو تطلع لنا من الثلاثة مليون طالب الجماعي اللي موجودين في مصر اعتقد انها هتطلع يعني فنانين كبار جدا وحيظهر عندنا ادباء ومثقفين يعني لو لو حصل بس عليها تفطيب اعلامي اكيد ويرتلب الفائزين بهذه طبعا حيكون فيه كاميرا من نهارك سعيد موجودة اكيد حيكون معنا كمان الفائزين بهذه الجواز ان شاء الله في الستوديو ان شاء الله ان شاء الله منحييك على كل هذه الانجازات مهندس خير عدد العزيز رئيس المجلس القامل للشباب احنا شوفنا الويبسائت على الشاشة من شوية www.youth.govgov.eg ده الموقع زي ما انتم شايفين وده معتقد انه هتعرف من خلاله كل اخبار المجلس القامل للشباب ونشاطاته الصيف داخل الناس فاضية روحوا بقى شوفوا حاجة مفيدة تتعامل لان اعتقد ان فيه حاجة جدا تتعامل من مظايف لرياضة لفن لغيره شكرا 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 راح لفاصل الانجاز تاني خليكم معنا